بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الحفل الكريم أحييكم جميعا كل واحد باسمه وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وللذكريات قيمتها في حياة الأمم لأن هذه الذكريات من شأنها أنها تشحذ العزائم وتقوي القلوب وتجعل الإنسان منا دائما في انتباه لما جرى ولما يجري من أحداث ونحن عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم في كثير من الأحيان يذكر قصص بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يعقب عليها مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين نقرأ على سبيل المثال صورة هود فنجد أنها حدثتنا عن جانب من قصة سيدنا نوح مع قومه وعن جانب من قصة سيدنا هود مع قومه وعن جانب من قصة سيدنا صالح مع قومه وعن جانب من قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا لوط وقصة سيدنا موسى ونجد في أواخر السورة قول الله عز وجل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم الذكريات لها قيمتها ويجب على العقلاء أن يحفظوا الذكريات أن يحفظوها حفظا جيدا حفظا معه العبرة ومعه العظة ومعه أخذ الدروس التي تجعلهم يؤدون واجبهم في هذه الحياة أداءا يحبه الله سبحانه وتعالى وتسعد أمتهم بهذا الأداء في مثل هذا اليوم منذ سبع وثلاثين سنة هجرية نجد مصر وفي طليعتها أبناء القوات المسلحة الكل هبى لكي يدافع عن دينه ويدافع عن وطنه ويدافع عن كرامته وكان الهتاف الأثير عند هؤلاء جميعا وهم يعبرون القناة كان هتافهم الله أكبر وكانت الروح المعنوية في أعلى وأسمى الدرجات كان كل واحد منهم يعتبر أن هذه المعركة هي معركة حياة أو موت وكان كل واحد منهم يهتف من أعقاء من أعماق نفسه يهتف من أعقاء من أعماق نفسه وينادي بأنه يجاهد ويقاتل من أجل كرامته ومن أجل عزته ولكي ينتصر على أولئك الذين اعتدوا على حرماتنا واعتدوا على أرضنا وهنا كان نصر الله سبحانه وتعالى معهم لما؟ لأن السنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل ومن هذه السنن أن من نصر الحق لا بد أن ينصره الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد ونجد هذه الآية الكريمة المصدرة بحروف التوكيد إنا لننصر رسلنا عليهم الصلاة والسلام وننصر معهم الذين آمنوا بهؤلاء الرسل وليس النصر مقصورا على الدنيا فقط وإنما يشمل الدنيا ويشمل الآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وليس في الحياة الدنيا وحدها ويوم يقوم الأشهاد يعني ويوم القيامة أيضا ننصرهم لأنهم في الدنيا نصر الله سبحانه وتعالى ونصروا كلمة الحق ودافعوا عن دينهم ودافعوا عن كرامتهم ومن يفعل ذلك فمحال أن يخذله الله سبحانه وتعالى إن معركة العاشر من رمضان منذ سبع وثلاثين سنة نحن نذكرها ولكن أبناءنا يجب عليهم أيضا أن يقرؤوها وأن يدرسوها وأن يعرفوها نذكر هذه الأيام نذكر هذه الأيام وكيف أن القيادة المصرية بقيادة الرئيس المؤمن محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام كيف أن هذا الرجل سهر الليالي ومن حوله أيضا أبناء القوات المسلحة والشعب أن كل سهر القوات الجوية القوات البرية القوات البحرية الشعب برجاله وبنسائه وبأطفاله كانوا يعيشون هذه الحياة وكانوا يقولون متى هذا اليوم لأن الحياة مع الحرية لابد أن تتم بإذن الله عز وجل فعندما باشر الأسباب وسهر الليالي وتحملوا ما تحملوا هل ضيع الله سبحانه وتعالى هل ضيع الله عز وجل جهدهم حاشا وكلا حاشا وكلا أن يضيع الله سبحانه وتعالى أجر من أحسن عملا كانت هناك الروح المعنوية وكان هناك الإعداد القوي في كل مجال من مجالات الحياة الإعداد القوي في سلاح الطيران الإعداد القوي في سلاح البحرية الإعداد القوي في سلاح القوات البرية الإعداد القوي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وعندما يوجد الإعداد القوي الله سبحانه وتعالى هو القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كان الإعداد القوي وكان الصبر على الآلام وعلى المتاعب وعلى السعر ولذلك كان مع كل هذا ما هو أهم وهو الروح المعنوية الروح المعنوية التي تجعل صاحبها يقابل الأحداث ويقابل المتاعب ويقابل الآلام بكل صبر وبكل ثبات وبكل قوة وعندما أقول بكل قوة أعني القوة التي تبني ولا تهدم القوة التي تقف إلى جانب الحق حتى ينتصر وتقف إلى جانب الباطل حتى يندحر هذه القوة التي نريدها وهذه القوة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف القوي في عقيدته القوي في أدائه للتكاليف التي كلفه الله بها القوي في عبادته القوي في أدائه الواجب القوي في كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى عندما توجد هذه القوة التي تعمر تعمر وتبني وتبني ولا تهدم وتصلح ولا تفسد وتقف إلى جانب الحق حتى ينتصر وتقف في وجه الباطل حتى يندحر عندما توجد هذه القوة يوجد نصر الله الدائم الدائم لأن سنن الله سبحانه وتعالى اقتضت أنه عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا كان كل فرد في تلك الأيام يؤدي واجبه على أكمل وجه لما لأنه مقبل على معركة حياة أو موت كان قائد القوات الجوية في ذلك الوقت السيد الرئيس محمد حسني مبارك أكرمه الله ووفقنا ووفقنا معه لما يحبه ويرضاه وكانت هناك الكلمة متحدة من الشعب بأكمله والكل يهتف الله أكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى صباح مساء أن يجعل النصر للمؤمنين وقد أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءنا وبإذن الله بإذن الله بإذن الله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصر وعلى شقيقاتها وعلى العالم أجمع نعمة الأمان ونعمة السلام ونعمة الرخاء ونعمة الاطمئنان وأن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على ما يشاء قدير نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته